السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة ابتدائي جئنا اليوم بأربع تمارين نبدأ مع التبرين الأول يقول أكمل السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر وش يزيد مرافل آية ثانية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابرة إذن حتى زرتم المقابرة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابرة كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم ثم كلا سوف تعلمون ثم هاي هنا تعلمون إذن نضيف ثم كلا سوف تعلمون سوف تعلمون سوف تعلمون إذا قلنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابرة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين إذن كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون لها عين اليقين ثم لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ 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 عن النعيم إذن جينا الصورة بإحتمال كبير صورة التكاثر أو صورة الهومزة إذن الجحيمة ثم لترون ها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم إذن نذهب إلى التمنين الثاني قال رتب أركان الإسلام وأركان الإيمان في الجدول عندنا أركان الإيمان عندنا الإيمان بالله إقام الصلاة الحج الإيمان بالقدر خيره وشره وإيتاء الزكاة نبدأ بالركن الأول قال الإيمان بالله قلنا أي ركن يقترم بالإيمان نكتبه في أركان الإيمان إذن الإيمان بالله هو من أركان الإيمان الإيمان بالله إقام الصلاة إقام الصلاة قلنا هو من أركان الإسلام الخمسة إقام الصلاة ثم الحج الحج أيضا قلنا مفيش الإيمان إذن هو من أركان الإسلام الحج ثم الإيمان بالقدر خيره وشره قلنا لي فيهم الإيمان هم أركان الإيمان إذن الإيمان بالقدر خيره وشره ثم إيتاء الزكاة إيتاء الزكاة قلنا من أركان الإسلام إيتاء الزكاة هذول لازم نحفظهم أيضا ما هي أركان الإسلام وأركان الإيمان أركان الإسلام قلنا هي خمسة وأركان الإيمان هي ستة التمنيه الثالث يقول أكمل فراغ بما يناسب عندنا ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قبيلة وش من قبيلة في قبيلة قريش أو نجد ولد في نكتب مكة المكرمة إذن ولد أو نكتب مكة المكرمة إذن ولد في قبيلة قريش بمكة صبيحة يوم الإثنين إثنى عشر ربيع الأول ربيع الأول عام الفين مات أبوه كيف يسمى أبوه مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه لما ولدته أمه كيف تسمى أمه آمنة آمنة بنت وهب لما ولدته أمه آمنة أرسلت إلى جده كيف يسمى جده عبد المطلب إلى جده عبد المطلب تبشره واختار له اسم محمد اختار له اسم محمد عليه الصلاة والسلام إذن ثماني الرابع يقول اربط بسهم بين العبارة وما يناسبها الإيمان بالله تعالى الصلاة عبادة إذا حافظت على الوضوء الآذان لما أتعلم القرآن الكريم ومثل جن مقابلة أكون دائما نظيفا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة يحب أن الله تعالى يوجب علينا طاعته في كل ما أمرنا به تتقرب بها إلى الله تعالى إذن الإيمان بالله تعالى ما هو الإيمان بالله تعالى يوجب علينا إذن الإيمان بالله تعالى يوجب علينا يوجب علينا طاعته في كل ما أمرنا به الصلاة عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى إذن الصلاة عبادة تتقرب أو نتقرب نتقرب بها إلى الله تعالى إذا حافظت على الوضوء أكون دائما نظيفا أكون دائما نظيفا الآذان ما هو الآذان؟ الآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة وَلَمَّا أَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ يُحِبُّنِي اللَّهُ تعالى إذن هذا هو الإختبار تعالى لنا اليوم إلى هناك وخلاص معنا الفيديو تعالى لنا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر